ضمن اجراءات مواجهة كورونا وبجهود كبيرة بذلتها دائرة صحة محافظة الديوانية تم تنصيب وتشغيل جهاز بي سي ار الخاص بفحص عينات فيروس كوفيد 19 تلمنا الوزارة الصحة جهاز بي سي ار جهاز بي سي ار هذا يفيدنا الفحص العينات اللي ناخذها المشتبين بمرضة كورونا وجود هيد جهاز عندنا بالمحافظة راح يسهل لنا هو وقت ويقصرنا الوقت بالفحص العينات قبل شناندز البغداد يستغرق الوقت ثلاثة ام مرات اربعة ايام يعني مرات يومية بس كما عدا هو ثلاثة ايام تتجين النتيجة حسنا هذا ان شاء الله بلشنا بالعمل به هذا يحقصنا لمدة اقل 12 ساعة واقل ظهور النتائج ان من شأن استخدام هذا الجهاز اختصار الوقت والزيادة في عدد الحالات التي يتم فحصها في مختبر الصحة العامة بالديوانية الوحدة تتخلى الجهاز البي سي ار اللي هو نسميه جهاز التأكيدي لفحوص الفيروسات عامة الناس فهمه جهاز البي سي ار مقرون بكورونا لا الجهاز البي سي ار هو اصلا موجود عندنا لازم من زمان تكمله لنتائجك ودقة العمل ما ساعة العمل ما لاتنا هاي لثلاث ساعات والساعتين خمسين نموذج يوم اللي نحس اكلود صار وحجم كبير بالعمل ممكن العصر ايضا نسوينا ممكن بالليل هم نسوي يعني خمسين بخمسين بخمسين نقدر لكن الحمد لله وشكر هسا حاليا يعني الخمسين كلش اوكي ثانيا عندنا طريقة ثانية دي نشتغلها طريقة الفحص السريع دي ندخل بها على كل المحافظة الاجراءات المتخذة تبقى دون جدوى ولا تحقق الفائد المطلوبة ما لم يتم التعاون من قبل المواطنين في استخدام وسائل الوقاية والمكوث في المنازل حتى تنتهي ازمة كورونا تحمل مسؤولية المواطن نفسه لانه ما زال يستهزئ بوجود الفيروس الفيروس السياسي لوجود الكورونا اعتقد انه علينا ان نعي مسؤولية دورنا كمواطنين قبل ان نسقط تهم جزافا على هذه الجهة او تلك فرحان مراد الديوانية لقناة العراقية الاخبارية